وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط والتنمية اتفاقية تعاون مع معهد الكويت لدراسات القضائية الاتفاقية تتضمن عدة برامج تدريب تخصصية تهدف إلى تدعيم خبرة القضاء وأعضاء النيابة العامة والاستعانة بالتجارب المقارنة لاكتساب خبرات في معالجة الثغرات القانونية مما لا شك فيه بأن رأس المال البشري هو أحد ركائز خطة التنمية الذي سيسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة لذا ارتأى معهد الكويت للدراسات القضائية بعمل اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط والتنمية والتي بدورها ستوفر لهم عدة برامج تدريبية تهدف إلى تدعيم خبرة القضاء والاستعانة بالتجارب الدولية بدأنا من فترة طويلة سابقة وبدأنا في عدة زيارات لبعض القضاء الأمريكيين المتعلق في القانون التجاري وتدريب القضاء ووكلاء النيابة والمستشارين القانونيين لكي يستفيدوا من الخبرات في الدول التي هي معروفة أيضا في درجات التقاضي السريعة الاتفاقية أهم عناصرها التركيز على تقديم التدريب التخصصي والزيارات المتبادلة ما بين محدد دراسات القضائية والدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة الاتفاقية ستركز على التدريب التخصصي وتبادل الزيارات مع الدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة في مجال القضاء بدأنا بتدعيم خبرات للقضاء على المستوى الدولي من خلال الزيارات والمشاركات في المؤتمرات والورش العمل سواء التي ينظمها بالاتفاق مع الأمان العام المجلس لعلى للتخطيب الترمية أو مع الجهات الأخرى مثل الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي المنضمة لها دولة الكويت ممثلة في معهد الكويت الدرسات القضائية أو على مستوى أيضا الورش العمل التعقد في الوطن العربي الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية خاصة في دعم كل ما من شأنه تعزيز رأس المال البشرية مرم خرم تلفزيون دولة الكويت